نانا سنورتين احنا في البت اللي مباشرة داباف اللايف متسنوا ولاحظات قليلة بين ما يبانوا السادة المشاهدين الكرام اللي غادي يسمع قصاديركم السادة ما هو دي المعساة اللي بتعيشوا فيها هنا في دوار البلان داباس تصد مسكين الام ديل وما شافت وش مودة مش عال دي الله وقت قريبا ما شافت من كورونا من اللي دارو داك الجيش بتات نبديها وتات عجيش شاك ما ولكن مش بتات بقى تبكي عليك كلها يلا مسكين الام دي قولنا بقى تجيبوها شو ولكن مش بتاتب شو ومع مسكين الام داباتة تهزوها بكرروزا وكذا راكينا راكينا لو بوثين ديرها تفكروزا وكذا شفت الحال دخلت وشفت الحالة وما زال غا ندخلو عندها ان شاء الله تعالى اذا يا مشاهدين الكرام متابعي قناة شفتي في الاوفياء والاعزاء وجدد اتحبكم من جديد في هذا البتل مباشر مباشرة من اقليم بني ملال وبد الضبط بدوال البلان اليوم اسرة تدد ولدهم بتهمة المساعدة في الهجرة الشرعية تحكم عليه بمدة 10 سنوات هي قادية صعيبة عشر سنوات سيجن النفيدة نعفوا اه كي طالبوا باعادة فتح التحقيق وتيقولوا بان الوالدين دياله موسنين ومقضاووش على الفرق دياله والام دياله دائما تبقى تبكي كل ليلة تتقول لي مولدي شدة واحدة الركنة مقضاوش تخرج ما تتقداش تمشي عنده للسيجن بجد صوره من اه الوقت ديال كورونا يعني من سنة 2020 بطابعة الحال هذه تقريبا سانة ما يزيد عن سانة ما شافتش الابن ديال هالي هو في السيجن حاليا غادي نخلي الاخ دياله سين والدين والي غادي تكلف وغادي يحكي لنا القصة ديالهم السلام عليكم الاخوان الاسم ديالي نور الدين قاسيمي من دور البلان اولاد علي الواد البريد يا الفقيه بن صالح اه الاخ دياله قاسيمي عبد الرزاق المتهم بالهجرة السرية وهو ما عندهش علاقة بالهجرة السرية كان واحد الاخ ولد الاخ ديالي هو اللي مشى يحرق ولكن الامر كان وشهود الاخ ديالك الخوك هو اللي الدهل عند الحرق باللتي غلنا عاود لك كيفاش مشي الدهل مشي مشي الدهل عند الحرق دبا عيطة درياختي من اللي تفهموا مع الحرق اللي غادي اديه قاتلي عفك تعالى شير معها الطنطن ماشي العيون ولا لا قدير ولا تمشي معها الطنطن دبا مشى معه واحد تلطنطن ورزاق فهذه كل نهار نت ماشى في حرق ما كيعرف حرق موله مشامعة تل والد وفا مشامعة تل طنطن باش ما ننجدوش وننقصه راه الهضراء اللي كينا هيري غا نقوله الاخوان الله يجيزكم بخير راحنا ما كيلكدوب لانفاق لوله اللي كينا غدقال ما كيس زوار ولا نقوله شي حاجز لي ما هيش اللي كينا هاه الدري الاخ ديالي لا قتله بالحرقة ولا قتله بالحرق فقط أهدى إجتخذك هذا الابق بطريقة وديه لأخرى وديه لأخي أخرى واجتهى هناك سؤال عنه سؤال الجميل والفضل المباشر بالنسبة لأخي أخي أخي أخرى لأخي عد الحرق لا لا تدخل عن الحرق الحرق لا يريدون أن يروني أخي لا تروني الحرق لأنني أخي بغير جعل لا تعرف الحرق ذكرته البنت الذي قدرنا بهذه الشيكاية بأن أنا أعطيته أربعة المليون و هو الدنيا عند الحرق لا يوجد علاقة بالحرق يعني أخي متهم بأنه ليس تضبع ليس لي ود الأخت ليس لي ود الأخت البنت الذي مع الحرق هي التي تهمته بأن البنت الذي أحرق هي التي ستحرق البنت التي تتحرق تهمته هل تتملت استمعها من الضابطة؟ الضابطة القادية يستمعونها وكتبونها في المحضر بأنها هي النات ربما هي التي تتزر بالمخدرات وتوصل إلى مخدرات من هذا النواحي إلى اليوشوفية ومناطق العيون وطانطان ومشايد حلقتنا في الموضوع بعد ما تم الاعتقال دياله تحكم بواحد لمدة ديال 10 سنوات سيجن النافذة متلاش وجوهة الاخ ديالك بش حال تحكم تحكم بعشر سنين عشر سنين هدي مدة ديالك لسنين باش مشدود الاخ باش محكوم باش نتوما تتطالبو باعادة فتح تحقيق بان الاخ ديالي لا على قتاله بالحرق قد ي短ق لدي من تحكم desc våra مجانب تدطالبال انا عرف انا عمرنا لا نسمى علي هدي اخزق او هي تحذاق افضل هي اخناله هي شخص مزيلا انا خطوه أي شخص مزيلا يلحق الأندسل على ما زدهم كل دي Hijo ا throughput للزيد لا انت 600 كانت يركب على العود مع موالية الخيلة هذا يستطيع أن يتقدر من عضل الله سيدي الله يعلبي هذا يقول لك سافي أولدي سوف توجد عند أمي هذا الشخص لأنها وحشد وحضرت لها مرأة موسينة لا حولها ولا قوتها إلا بالله العلي العظيم سوف نرى هذه السيدة لأنها سوف نرى هذه السيدة لأنها السلام عليكم ما هو الذي يقع على ابنك للا كيف يقع على ابنك كيف يقع عليه يقع عليه وعيده يجب أن يحكموا عليه عشر سنين ويقعوا كيف ترغب عضل الولد؟ يا أخي كيف ينت� مريض للدين؟ كانت Él اقترب Chinese لأنها أتمنى طريقة أنا أقترب يقع ت Eigenهم لقد شديت أمشى هل أنتم تطالبوا باش يعودوا الحكم باش يعودوا يشوفوا الدوصة دياله وكان قابلني أخوي وكانت عيلكم تعاونكم تساعدكم وكانت عاوني وكانت مريضة قبالة وكانت مريضة بين يدي وكانت شد عادة كملت لم تكن قد خطيت تشوفي في السيجن عيتي الغالب الله وليدي كيف حالة دي أنت شدارك لما تخرج من الدار لا تخرج من الدار لقد أخرج من الدارة لم يكن أخذ من الدارة من الدارة تشد ولدي من الدارة تشد ولدي ونجح لم تقدر أن تحركه الوالدة لا تقدر أن تتحرك من الدارة تشد شدار البطل هذا البطل وطلع لي الله يطلق السراحة إذا مشاهدنا كرام صراحة كلمة